اكد سعادة الدكتور ماجر بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ان الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدة في تحويل مدرسة الهدايا الخليفية الى جامعة مشيرا الى ان الوزارة الان تقوم بالاتصالات اللازمة لذلك مشددا في الوقت ذاته على ان جامعة الهدايا ستكون متميزة في برامجها التي ستطرعها تشرفنا بالتوجهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه والتي تؤكد في اسم صورة واضحة برحان ما يشغلها التعليم من اهتمام عن سيدي صاحب الجلالة الكل يطلع على المشاريع التي عملت في وزارة التربية والتعليم اليوم هذه المشاريع لم تتحقق لولا الدعم الكريم من جلالة حفظه الله ورعاه واليوم احتفالا بمرور سنوات طويلة من التعليم في مملكة البحرين ولما تشكله مدرسة الهدايا كان طلاقة اساسية للتعليم النظامي وجه جلالته ان تكون هناك مدرسة تتحول للمدرسة من حيز مدرسي الى حيز اكبر وهو الحيز الجامعي فان شاء الله سنعمل الان بدأنا في اتصالاتنا العديدة الان ودراساتنا التي تقوم على اسس علمية واضحة لان تحويل هذه المدرسة الحالية واستفادة منها وعادة ايضا تصميمها بحيث تكون جامعة وليست كاي جامعة جامعة متميزة حسب التوجيه الملكي السامي بحيث انها تطرح برامج نسع انها تكون حديثة تخدم البحرين ودول مجلس التعاون وايضا لا تكون كأنها تكرار لبعض البرامج الموجودة هنا لان التوجيه الملكي السامي ان تكون هناك جامعة متميزة تتناسب مع عراقة مملكة البحرين على الصعيد التعليمي